في منطقة مشيرب وسط الدوحة وبمساحة 20 كم يقع سوق واقف المكان الذي يعود تاريخه لأكثر من 250 عاما وسمي بهذا الاسم لأن الباعة كانوا يقفون على المداخل المؤدية إليه ليعرضوا بضاعتهم وأيضاً ليراقبوا البحر خوفاً من هجماته حيث كان وقتها يطل على الخليج بني سوق واقف من مواد عدة أهمها الطين والأخشاب والحجارة ويضم أكثر من 1200 محل تجاري تأخذ شكل الصفوف الملتوية المميزة للأسواق العربية وتتنوع أنشطتها بين الملابس والمفرشات التراثية والعطور والذهب كما يوجد به العديد من المطاعم العربية والمقاهي شغال بسوة بسوة شعبي كثير حلو السوة في عبارة عن مطاعم عن محلات محلات توابل محلات أكل بشروبات أقمشة استقبلت الدوحة المندل 2020-2022 بكل قوة الحمد لله أنها قطع على هذا الشيء ونحن فخورين أن الدولة عربية أخذت المندل نستضيف العالم تتحضر المباراة داخل المطاعم بعدما يطعم المطاعم يأتي لعندي ويشربوا عصير شامي اسمه تمر هندي ومع انطلاق بطولة كأس العالم توافتت جماهير المونديال على سوق وقف سواء المقيمون أو المسافرون وراء منتخباتهم وتحديدا الجماهير العربية التي أعطت نكهة خاصة للبطولة دائماً ملكي سال المرش نجمعه في سوق وقف سوق وقف هو مكان كالخوفية الراحة فيه نعود الحديث على المقابلة ونتحدث ونعود حكاية ونحتفلوا هو مكان احتفالات كما تشوفوا جميع الجماهير العالم كامل تجمعنا يعني كنتشوفوا ونتحدثوا ونتعرفوا تتقافات بينتنا ونتعرف بينتنا يعد سوق وقف أحد أهم المعالم السياحية في قطر وتحديداً بالنسبة لمشجعي كأس العالم حيث أصبحت ساحة السوق نقطة الانطلاق إلى ملاعب كأس العالم وبعد المباريات تأتي الجماهير هنا للاستمتاع بأجواء المونديال أحمد عصفور قناة الغد الدوحة